اشتركوا في القناة وراءة تفتيش هنا قبل ان يلجوا قاعة الانتظار هنا في الداخل امامنا قاعة الانتظار واين يمكن استخلاص بطاقات الدخول قبل ان يلجوا لداخل القاعات حيث المؤتمرات والندوات والمحاضرات الازدحام الذي ترونه الان ورائي هو بسبب اكشاك الاداء هنا مباشرة ورائي الناس في اصطفاف من اجل الحصول على ورقة الدخول التي تمانها حوالي عشرين اورو هنا الان تجاوزنا نقطة المراقبة التي لا بد منها من اجل الدخول حيث هناك اجراءات امنية مشددة وهي ضرورية في مثل هذه الحالات القاعة التي نتواجد فيها الان هي قاعة الاروقة هي للتجارة والتعريف بالمنتجات الى غير ذلك من الانشطة التي تخص الجالية الاسلامية هنا سوف نتواجد an l��ة initialة وفي العضوة من فرور الولد المعنى لأنه الظخين دائمين وكما توفضل معه وذكر ، وقوم أخبرون وعفونه ياربوننا بضل المعنى من دعونا الغد في المعنى لذلك نحفي منجحنا نحفي واحبا بالتعامل مع التحديد وهناك للمعنى بالدعية لدينا الفيطوه الافيه أين سبيلين ويطالية يقدم ميزقة منحن الأنبياء نفسها أو أيها الهدوان أو المزيجاة بساطة من الأشخاص يتجدونك يتجدونك بالطبع يتجدونك بيشياء أو حتى المجموعة ولم تخفضونك فلن يتجدونك بساطة المشاركة ومشاركة كما يتجدونك يتجدونك نتوجد الآن لسهاية تجدونك أول مجالة الإسلامية للتعبيريات والهادفات التي تصدر هنا في فرنسا الكثير من أمود؟ لدينا جنب المعارضة جيما لدينا لدينا الشهر ومساعدة ، لدينا الإسلامة لدينا لدينا الأمر كمستحيل ، لدينا الإسلامة لدينا أيضا one قسم كل أموال في الدعاء المعارضة ، لدينا رباكوا من أمود كانوا يمدون بلانخلغة كما أنتم إستِدلينة مع نشحين لدينا أيضاً لنشروع لذلك أخبار لعبء للأمود هذا هو في فرنسا نتواجد الآن أمام رواق الكلية الإسلامية بباريس التي تحضر أيضا في هذا المعرض وفي هذا الحدث السنوي الهام معنا الأستاذ نور الدين بالحوت مدير كلية العلوم الإسلامية بباريس مرحبا بك على موقع هبابريس مرحبا بكم نرحب بكم في جناح الكلية وفي معرضنا وفي فرنسا عموما الله يخليك ماذا تقدمون هنا في هذا الرواق بشكل خاص من معلومات ومن خدمات للزوار الكرام في هذا الرواق وفي هذا الجناح نعرف بكليتنا كلية العلوم الإسلامية في باريس لزوار المعرض من المسلمين أو من غيرهم تعرفون أن هذا الملتقى هو أكبر ملتقى للمسلمين في فرنسا وفي أوروبا وإحدى أكبر تظاهرات الإسلامية في العالم عموما اجتمع فيها من يزيد عن 150 ألف شخص سنويا وبالتالي نحن نقتنم الفرصة كمؤسسة إسلامية لتعريف بالكلية ونلتقي هنا كثيرا من طلبتنا المستقبليين إن شاء الله بارك الله فيك بالنسبة للإقبال هل هناك إقبال على مثل هذه المبادرات؟ نعم الحقيقة فيه إقبال عموما على التديون في أوروبا منذ يعني منذ فيه شبه صح ودينية أو توجه عمومي للإنسان نحو شيء له معنى بعد سيادة الحضارة المادية وأن الإنسان أصبح في زمن ما يتخيل أنه بالعلم وبالتكنولوجيا يستطيع أن يحل كل مشاكله إلا أنه يبقى الإنسان دائما عنده فراغ ما يلبيه وهو الفراغ الروحي حتى تخصصين العلماء الغرب يعني يقرون بهذا يعني أن الإنسان فيه حاجة روحانية رغم أنك ستشبع كل حاجيته المادية إلا أن هناك فراغا ما لا يمكن أن يسده إلا باحتياجات روحية بالنسبة للحالة التي يشهدها المسلمون هنا بفرنسا وفي الغرب بشكل عام كيف تحاولون دفع الصورة النمطية المرسومة أصلا عليهم وكيف تحاولون إتبات رسالة السلام والمحبة التي أتى بها الدين الإسلامي في الحقيقة هناك جانبان في الموضوع جانب يخص المسلمين عموما وهذا معروف أنه في حملة إعلامية يعني شرسة ومتواصلة لتشويه الإسلام الحقيقة بعض الإعلاميين للأسف ليس لهم ما يأكلون به الخفز اليوم إلا التحدث عن الإسلام فكل حديث عن الإسلام في جريدة أو مجلة أو في شريط إخباري له مستمعين له مستمعين ومتفرجين وله جمهور عريض وواسع لأنه يدغدغ بعض مشاعر الخوف لدى وبالتالي بعض وسائل الإعلام الكثير منها للأسف الغربية تستغل لهذا لأنها في آخر الأمر يجب أن تجد ما تقتات به على المستوى الشخصي كل مسلم مسؤول عن أن يكون هو خير سفير الإسلام في هذا البلد فنحن أرد فعلنا أننا نعمل نفتح الأبواب نستقبل الآخرين نتحدث معهم نحاورهم البعض أحيانا حتى يعطي ويوزع الورود في محطات المترو حتى يعني إذا رميت بحجر فإن شاء الله نحن نكون من يرمي بالثمر أستاذ نور الدين نشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لكم التوفيق في هذا المعرض وأيضا في حياتكم العملية والتبليغية إن شاء الله تمني أتي لكم ولكل موقع هبابراس النشيط والمتميز بالنجاح والتوفيق ومن هنا من باريس نحيي كل قراء الموقع ومشاهديه ونتمنى لكم المزيد من النجاح والتقدم والتميز إن شاء الله وبرك الله وفك وإيكم برلايك وإيكم برلايك وإيكم برلايك ترجمة نانسي قنقر